اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة السابقة تحدثنا عن يوم القضاء العراقي واليوم في هذه الحلقة نتحدث عن يوم التعليم العالمي ونظمة اليونس كتاب علم المتحدة اطلقت في الرابع والعشرين من كانون الثاني من كل عام يعني ما اسمته يوما عالميا للتعليم واطلقت برسالة رأيت ان توصل برسائل اكثر من رسالة رسائل العالم كله بان التعليم وحجر الاساس هو النقطة المركزية في بناء كل المجتمعات والدول في خروج الانسان من الى الطريق الصواب الى فهم الحياة الى فهم واجباته وحقوقه التعليم ينير له الدرب وينير عقله قبل ذلك وينير له الدرب ويجعله يميز بشكل صحيح ويخدم الاوطان والاوطان والبلدان لا تبنى ولا تزدهر ولا تتقدم الا بالتعليم هكذا هكذا هي الرسالة او الرسائل التي ارادت منظمة اليونس كو الأمم المتحدة من وراء اطلاق هذا اليوم اليوم العالمي للتعليم وفي العراق عندما يذكر اليوم العالمي للتعليم حقيقة يثير في النفوس الكثير من الاحاسيس المختلفة البعض يتذكر تاريخ جميل للتعليم في العراق يعني على الاقل نتحدث عن تأسيس الدولة العراقية لحد الله لانه اقدم من ذلك سنتحدث عن اول الجامعة التي بنيت في العراق العراق كان مهد العلم ومهد الدراسة الجامعة المستنصرية المدرسة المستنصرية هذه اللي كانت جامعة عالمية الناس كلها تأتيها من كل مكان كانت بيوت العلماء والشعراء والمثقفين يعني العلم في شتى انواع بالرياضيات والفلك والطب كل هذا كانت بيوت مزدهرة وكانت تشكل خلايا كبيرة او مؤسسات كبيرة كل العالم يسعى اليها وكان العراق مقصد للجميع واكد العراق صار مقصدا فيما بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003 كان كل على الاقل يعني العرب من كل البلدان العربية كانوا يقصدون العراق العراق مقصد لهم مدارس العراق وجامعات والكثير تخرجون جامعة العراق وهذه الجامعات وهذه المدارس خرجت خيرة العقول خيرة العقول التي يعلم المهندسين وطباء وعلماء وفنانين ومهندسين وإعلاميين ومثقفين وكل الاختصاصات معاهد وجامعات ومدارس العراق خرجت الجميع ويكفي أن العراقين الآن في كل مكان عقول كبيرة ولهم يشار لهم بالبنام ومدارسهم وجامعاتهم كان يشار لها بالبنام لغاية 2003 وإذا بالتعليم يتعرض إلى عملية تجريف يعني حقيقة تعرض التعليم لما يشبه التجريف فعلا عملية تجريف ويعني إنهاء التعليم لذلك نحن نتحدث عن تعليم يعني يتأسى عليه أهل العراق يحزنون جدا عندما يستذكر اليوم العالمي للتعليم لأنه في بلدهم كان بلد خالي من الأمين المدرسة والجامعة غاية ومقصد لكل الناس لكل المجتمع لكل العوائل لكل البيوتات لكي تدفع أولادها وبناتها إلى التعليم والتعليم الجيد والوصول إلى أعلى المراكز والشهادة هي الحكم في كل شيء لكن بعد 2003 ما عاد التعليم مثل ما كان رمزا من رموز المجتمع قيمة عليا لها مخرجات فيما بعد مخرجات مادية ومخرجات معنوية يتمتع بها صاحب الشهادة فيما بعد عندما يحصل على هذه الشهادة لم يعد لأنه بدأ المجتمع ينظر إلى الأميين وإلى الأحزاب تعين من تشاء في أعلى المناصب من غير شهادات وشهادات مزورة ويتحكموا بالمناصب بالمحاصصات الطائفية والشهادة لم يعد لها وزن والوضع اقتصادي صعب والناس في تسرب لا قيمة للتعليم ولا لأي شيء وهناك خطة للتجهيل وصل عدد الأممين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون في العراق إلى 12 مليون هكذا تقول وزارة التربية والعدد أكبر من هذا المدارس الصفوف مكتظة بالطلبة هم يتحدثون وزارة التربية تتحدث أن لدينا 27 ألف مدرسة فيها 13 مليون طالب ولدينا مليون معلم ومعلم ومدرس ومدرس يكادر تعليمي هذه الصفوف مكتظة لأن مدارس لدينا مدارس طينية مئات المدارس الطينية لدينا مدارس مهدمة 3 ألف مدرسة تحتاج إلى تأهيل مدارس كثيرة نحتاج بالحصايات الدقيقة أكثر من 7 ألف مدرسة جديدة نحتاج إلى بناءها هناك مدارس بدوام ثلاثي ورباعي لا يستطيعون حتى الوقت يعني أخذ الطالب الكثير تسربوا من المدارس حجم التسريب بالمدارس الابتدائية من كل عشرة يدخلون ستة يتسربون وأربعة يكملون إلى السادس الابتدائي وينجحون إلى المتوسطة وهناك تسريب آخر وهناك في الثانوية والجامعات تسريب كبير التعليم ما عاد قيمة ورمس يعني ينظر له على أنه قيمة المجتمع لا يقدر المعلم لا يحترم المعلم لا يحترم المدرسة لا يحترم الجامعة لأنه السلطة لا تحترم هذا كل حزب هذي حصته ويعين بها من يشاء وعلى الجميع أن يقبل بشهادة مزورة بشهادة مذوين يعني مش ما يكون وهو وزير وهذا هذا يبعث في النفس الأسى والإحباط والانكسار وهو ما حصل لذلك اليوم العالمي للتعليم يوم للخيبة الحقيقة يعني الشهادات يعرفون المجتمع يعرفون أن هناك شهادات مزورة وميتحدثون عن شهادات مزورة لكثير من الطبقة التي تقود البلد القوى الحاكمة ثراء قسموا المجتمع إلى أكثر من 95% من الفقراء والمعدومين و5% من أصحاب الثراء وغالبيتهم لا يمتلكون شهادات أو شهادات مزورة أو حتى من كان يمتلك شهادة فهو لا يستخدمها في مكانها الصحيح يستخدمها للشر والسرقة والنحب والفساد البنك الدولي يقول أن 90% من الطلاب الابتدائية من الأول إلى الرابع الابتدائي أعتقد أو الثالث الابتدائي للرابع الابتدائي لا يعرفون ماذا يقرؤون يعني لا يعرفون القراءة والكتاب لا يعرفون ما يقرؤون يفهمون ما يقرؤون وهذه كارثة كبيرة الطالب كان في الابتدائية يعرف ماذا يقرأ يعني عندما يعلمونه التهجي يعرف الف thirds يبدأ يقرأ الذين يريدون أن يلذرون يقرأ واعلمونه وهاكع inference كان المدرسة والمعلم كان قيمة عليا عندما يدخل المعلم إلى مكان الكل تقف له احتراما الكل تخاب له هيبته مو خوف لكن تهابه وتحترمه وتقدس ما يقدمه للمجتمع من خدمات جليلة الآن المعلم يعني ممكن أن يعتدى عليه في أي في أي مناسبة لا يستطيع يعني عشائر وشفنا عشائر تهجم على مدارس وتحتضي على مدرسين لأنه منطي درجة أقل لأنه عنف طالب معين أو قال له أنت يجب أن تقرأ أو عاقبه عقوبة معينة ثانيا هذه الدولة لو كانت ترعى التعليم وتحترم التعليم لنراجع الموازنات التي حصلت منذ عام 2003 لحد الآن الموازنات ونشاهد ما هي قيمة التخصيصات للتعليم سواء التعليم العالي والتعليم التعليم الابتدائي يعني المدارس الابتدائية والثانوية المتوسطة يعني المتوسطة والإعدادية وزارة التربية جعلت تخصيصات لها وزارة التعليم العالي جعلت تخصيصات لها تخصيصات لا تذكر لكن بالمقابل الميليشيات والقوى الأمنية والاسترقات والفساد تخصيصات عالية جدا جدا والمشاريع الوهمية ومنذ عشرين سنة لحد الآن نتحدث عن مشكلة المدارس الهياكل المدارس وحاجتنا إلى مدارس جديد ووقعنا المشروع الفلاني لبناء كذا مدرسة ألف مدرسة أو ألفين مدرسة ولون نجمع التصريحات بالآلاف التي قالوا أننا وقعنا على العقود لها سنجد أن لحد الآن كان بانينا نحن مئة ألف مدرسة وكلها كذب وكلها مشاريع وهمية وكلها جزء من الفساد والطالب من يدفع والمعلم من يدفع هذا الثمن والعائلة والمجتمع والوطن من يدفع هذا الثمن الحقيقة تصرب ومصيبة مئة طالب إلى مئة وعشرين طالب في صف واحد يجلسون على الأرض رحلات ما موجودة ومدارس طينية ومدارس كارفانات ويتحدثون عن تعليم جيد كارثة كبيرة الحقيقة والأمية التي كان العراق يتفاخر وبشهادة اليونسكو أن العراق غالب من الأمية الآن عادت الأمية للعراق وعاد العراق وذلك التربية تقول مثل ما قلنا 12 مليون عراقي لا يقرؤون ولا يكتبون أمية هذا الأمية المقنعة هذه الأخرى كارثة كبيرة الحقيقة وهذا اليوم مثل ما تحدثنا في الحلقة السابقة عن يوم القضاء الذي يثير لأساف النفوس أيضا هذا اليوم العالمي للتعليم يثير للأسافي نفوس العراقيين لا أسف كل المناسبات الحلوة كل المناسبات التي قيمة لها قيمة تثير الأسافي نفوس العراقيين لأنها مفقودة معانيها مفقودة ومخرجاتها على الأرض مفقودة الحقيقة وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة النقرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة